حياكم الله أستاذ نجم هو كورونا وصلنا شنو رأيك مساء الخير عليكم على مشاهدي قناتكم الكرام كانت مقدمتك جميلة بصراحة لكن في الأخير كنت أود أنه الضيف أنه هناك علاج لمثل هكذا أمراض يعني عندما يكون هناك مرض مثل كورونا أو غير أمراض يسمى الباحثون يبدأون بالبحث عن علاج لهذا المرض يسمونه مصل أو يسمونه يعني ما أعرف التسميات الطبية بالضبط ولذلك لكل داء دواء يعني الله سبحانه وتعالى وجد لكل شيء دواء يعني أكو علة أكو مقابلها علاج بالمقابل إذا ما أنقيس هذا الموضوع على الواقع السياسي فسنجد أنه هناك علاج للواقع السياسي وأنا أعتبر كورونا وإن كان مرض لا قدر الله لا قدر الله ولا أتمنى إن شاء الله حتى وأن يصيب يصيب واحد اثنين عشر عشر لكن المرض اللي عندنا على الوضع السياسي صاب مجموعة كبيرة وهذه المجموعة الكبيرة أدت إلى ضرر إلى مجتمع بأكملة يقدر نفوسه بأكثر من 28 مليون أو 38 مليون أو ما يقارب 40 مليون طبعا ولهذا نحتاج إلى مصل جديد ونحتاج ترجمة نانسي قنقر شكرا